السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف امير اليوم سنقوم بعمل كيكا باردة توجد في دقائق او تحلية باردة بدوق الموز والشوكولة يعني هذه التحليات جي اكثر من رائعة بزاف بنيناء خفيفة سهلة في التحضير ايضا ستكون بمكونات جد اقتصادية طريقة بسيطة بدون بيض بدون كريمة سائلة وبدون كريمة شانتي اذا نتمنى انكم تشاهدوا الوصفة حتى الاخر اذا عجبتكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكذا بش دائما تتوصلوا بجديد الوصفات فبدون اطالة نخليكم مع الوصفة نتمنى لكم مشاهدة ممتعة اذا فاول حاجة يبدو في تحضيرها رح نحضره مع بعض المول او القالب اللي رح نحضره في الكيكا تانا فوش نحتاج هنا نحتاج قالب اللي يكون ضائري انا استعملت يعني قالب للقطرة التاعه حوالي 24 سنتيمتر لكن انتو اذا كان عندكم واحد شوية صغير ولا كبير على هذا تقدروا ايضا انكم تستعملوه كما تقدروا ايضا انكم تستعملوه اي شكل انتم متحبوه فوش رح ندير رح نجيب فيلم والا بابي سيلوفان ونديرها في القاعدة هذا القالب نغلفها جيدا كما لكم تشوفوه تقدروا تعودوه بورق المطبخ ولا ورق الطهي رح يعطيكم نفس النتيجة المهم انكم تغلفوا القاعدة تاعكم جيدا هكذا بش فيما بعد يعني من نبغو نديم الكيكا تاعنا رح تتنزع معنا بكل سهولة اذا بعد ما كملت وغلفت ملاح القاعدة هذا القالب رح نجيب هنا كمية تعموز انا سنستعمل ثلث موزات لقالب ليكون القطرة تاعها اذا القالب تاعكم كان صغير تقدروا انكم تستعملوه كمية اقل المهم انتم تديروا طبقة تاع الموز حتى تتعمر كامل طبقة الاولى اذا بالنسبة لي نستعمل الحبة تعموز كما قلت لكم رح نجيب الحبة الاولى نقطعها الى شرائح بهذه الطريقة يعني السمك التحاء يكون قليلا عريض حوالي واحد سنتيمتر يعني بشكل تحام يجينا بزاف هايل في الكيكا ويطعنا دوق بزاف بزاف ابنين فاوش رح ندير نستف كامل الحبة بنفس الطريقة كما رحكم تشوفوا حاولوا ان هذه الشرائح يكونوا متلاسقين في بعضهم هاكذا بشكل تحكم يجيكم هايل في الاخير رح نجيب الحبة الثانية نقطعها بنفس الطريقة ونجيب ايضا الحبة الثالثة حتى نكمل وندير كامل القاعدة على الموس كما رحكم تشاهدوا اذا بعد ما كمنا نحطوا المول ثانا في جهة ونحضروا الطبقة الثانية بالنسبة للطبقة الثانية رح تكون عبارة عن كريمة الشوكولة اللي رح نحتاجوا فيها لترات الحليب نحتاجوا 100 غرام فلون كارامل تقدروا انكم تعاوضوا بفلون الشوكولة وفلون الفانيليا نحتاجوا ايضا 4 ملاعه كبيرة تقدروا انكم تنقصوا في الكمية لحسب الدوقتكم ثم نضيف عليهم كمية الكاكاو استعملت هنا ثلاث ملاعه كبيرة مملوئة جيدا كما قلت لكم في هذه الأنواع الكريمة دائما اختاروا ان الكاكاو يكون نوعية جيدة ونعرفوا ان الكاكاو نوعية جيدة اذا شفتوا ان الريحة جيدة ونضيف عليهم اربع ملاعه كبيرة مملوئة جيدة بودرة النشاء سنغرب لهم جيدة حتى نتخلص من كامل الشوائب بعد ما نكملوا باستعمال الخلاط اليدوي سنخلطوهم جيدا حتى يجنسوا كامل المكونات طبعا يجب علينا نخلطوهم بارد في بارد ونضيفهم فوق النار حتى يعقدوا يعني كما نحضروا اي كريمة بعد ما نكملنا الخلط الجانس جيدا سنضيفه على النار يكون متوسطة ونحركوا بدون توقف حتى نتخلصوا على الكريمة في هذا الوقت وجدت ملعقتين كبيرتين زبدة وايضا حوالي 100 جرام شوكولة سوداء بالحليب حتى نضيفهم في الاخير الكريمة كما رأيكم تشاهدوا نخلط بدون توقف ويجب عليكم تتابعوا جميع الخطوات والمراحل حتى ننتحوا في الوصفة عنها اليوم اذا نبقى نخلط ونخلط حتى نتخلصوا على هذا القوام الكريمة هي عقدة ونحصل على القوام المناسب سنضيف ملعقتين كبيرتين زبدة ونضيف كمية شوكولة نضفت حوالي 100 جرام شوكولة مقطعة إلى قطع صغيرة ونضفت هنا شوكولة بضوق البندق على شوكولة الوجدان تقدروا انكم تضيفوا اي شوكولة اما سوداء او بالحليب فهوش سنضيف نخلطهم جيدا حتى الشوكولة كما ترون الشوكولة حتى تنفذوا سنضيف اكتشون النار لتحدث الكريمة لا يمر في هذا المرحلة يجب أن تخلط الكريمة في هذه المرحلة يجب أن تخلط الكريمة ثم نضيف الكريمة نضيفها مباشرة و نضيفها كطبقة ثانية في هذا القلب نضيف القلب و نفرغ الكريمة حاول أن تفرغها مباشرة و هي سخنة فوق هذا الموز سوف تدخل في كامل هذه الفراغات و تتفرش لكم جيدا وهذا الكيكا نصحكم أن تجربها لأن أول حاجة ستكون بلا فرن ثانية ستكون سهلة و مكوناتها بسطة كما رأيتكم ثم نضيف الطابقة الثانية وهي ساخنة قبل أن تبرد و قبل أن تجمد سوف نضيف بيسكويت سوف نقطعهم إلى قطع صغيرة و نضيفهم كطابقة ثانية فوق الطابقة الثانية كما قلت لكم قبل أن تبرد وهي ساخنة ثم نضيف بيسكويت سوف نضيف ملعقة صغيرة و نحاول أن نضيف بيسكويت كامل في هذه الكريمة سوف يدخل لكم بكل سهولة ثم نضيف بيسكويت سوف نضيف بيسكويت و سوف نضيف بيسكويت ثم نضيف بيسكويت و قمت بيسكويت و قمت بيسكويت و كما رأيتكم تحاولوا أن تعدوا الكريمة جيدا ثم نضيفها إلى التلاجة و نضيفها لمدة ساعة كاملة و إذا كنتم مزروبين و كانوا ضيف و أحببتوا أن تقدمها بسرعة تقدروا أن تدخلواها في الكنجلاتور لمدة نصف ساعة و تكون الكيكة جاهزة قمت بيسكويت قمت بيسكويت ساعة كاملة في التلاجة و إذا كنتم مزروبين دعونا نصف ساعة في الكنجلاتور سوف نخرجها من التلاجة و سوف نضيف كمية تجوز الهند و سوف تلحب دور أساسي في هذه الوصفة سوف تكون عبارة عن طبقة عازلة بين السحن و الكريمة لأنه إذا درنا الكريمة مباشرة فوق السحن سوف تدوب و تلسقنا كامل في السحن و سوف نقطع الكيكة جاهزة سوف نضيف بكل سهولة سوف نضيف كمية تجوز الهند و سوف نقلب الكيكة مباشرة في السحن على حسب القطرة و سوف ننزع القاعدة بكل سهولة و الكيكة أمامكم و في الآخر سوف نضيف كمية كمية سوداني و نضيفه في كم الأطراف و إذا تقصدون إذا الموز رحي يكحل و لأنه يغير و بعد أن نضيفه في الثلاجة لا تخافوا سوف نضيف كمية و تعمل على المشمش و نضيفه فيها عصرة للمون خفيفة و لنضيفه و نضيفه لمعه و نضيفه و بعد أن نضيفه سوف نقسم قطعة لكي ترى الكريمة و الطبقات و الموز و الكريمة خفيفة و خفيفة و كم ترى و نضيفه و بعد نضيفه كمية كارامل يعني هذا الكارامل كانت جاهزة في العلبة كريم كارامل التي استعملناها في الكريمة تقدروا أن تضيفها كما تستغنوا عليها وصلنا إلى نهاية الوصفة سوف تكون نالت أعجابكم و الصفاق في فا دريفة سهلة و نتمنى أن تجربوها لأنه إذا جربتوها سوف تنال أعجابكم اذا أجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك و تبرتجوه مع أصحابكم نتلقى في وصفات لاحقة إلى اللقاء مع السلامة